هل تعلم أن الحج إلى مكة المكرمة يعتبر أحد أركان الإسلام؟ هل تعلم أن رمضان هو تاسع شهور الهجرة الإسلامية ويعتبر شهر الصيام؟ هل تعلم أن الزكاة هي الصدقة الواجبة في الإسلام؟ هل تعلم أن الإسلام يعتنقه ما يقارب 1.9 مليار شخص في جميع أنحاء العالم؟ هل تعلم أن الإسلام يشجع على العلم والتعليم والبحث العلمي؟ هل تعلم أن الإسلام يحف على العدل ومحاربة خل والاعتداء؟ هل تعلم أن الإسلام يعتبر السلام والرحمة والمحبة أساسا من أسسه؟ هل تعلم أن الإسلام يحترم القيم الإنسانية ويدعو إلى التسامح والاحترام؟ هل تعلم أن الإسلام يشجع على تقديم العون والمساعدة بالمحتجين؟ هل تعلم أن الإسلام يحفظ على حفظ البيئة وعدم التبذير والتلوث؟ هل تعلم أن الإسلام يؤمن بأهمية العمل الصالح والأخلاق الحميدة؟ هل تعلم أن الإسلام يعتبر الصبر والاستقامة في الوجهة من الصفات الحميدة؟ هل تعلم أن الإسلام يعتنقه ما يقارب 1.9 مليار شخص في جميع أنحاء العالم؟ هل تعلم أن الزكاة هي الصدقة الواجبة في الإسلام؟ هل تعلم أن رمضان هو تاسع شهور الهجرة الإسلامية ويعتبر شهر الصيام؟ هل تعلم أن الحج إلى مكة المكرمة يعتبر أحد أركان الإسلام؟ هل تعلم أن الإسلام يشجع على العلم والتعليم والبحث العلمي؟ هل تعلم أن الإسلام يحفظ على العدل ومحاربة فلم والاعتداء؟ هل تعلم أن الإسلام يعتبر السلام والرحمة والمحبة أساساً من أسسه؟ هل تعلم أن الإسلام يحترم القيم الإنسانية ويدعو إلى التسامح والاحترام؟ هل تعلم أن الإسلام يشجع على تقديم العون والمساعدة للمحتجين؟ هل تعلم أن الإسلام يحفظ على حفظ البيئة وعدم التبذير والتلوف؟ هل تعلم أن الإسلام يؤمن بأهمية العمل الصالح والأخلاق الحميدة؟ هل تعلم أن الإسلام يعتبر الصبر والاستقامة في الوجهة من الصفات الحميدة؟ هل تعلم أن الإسلام يحفظ على التعاون والتضامن والمشاركة في الخير والبركة؟